صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكو رابع أيام شهر رمضان المبارك كل سنة وحضراتكو دايما بخير وبركة اهتمام كبير جدا ومتابعة من الجمهور بمسلسلات رمضان السنة دي تنوع درامي بيتقدمه الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية تنوع بيناسب الحقيقة كل الأذواق والفئات العمرية وجبة درامية متنوعة ما بين التاريخي والاجتماعي والتشويقي والكوميدي كل يوم حتى الأطفال أطفال كمان لهم نصيب مهم جدا على المائدة الرمضانية الدرامية كل يوم مسلسلات أربع مسلسلات أنيميشن مهمين جدا مسلسل يحيى وكنوس وجزءه التالت مسلسل نور والكوكب السعيد سر المسجد والتوعية الدينية ومسلسل نورة أربع مسلسلات بيخضوا الطفل بيعملوا حالة من التوعية الدينية والتاريخية والحفاظ كمان على القيم اللي احنا محتاجين جدا نزرحها جوه أطفال طبعا النوع ده من المسلسلات الحقيقة احنا كنا في حاجة مسلية جدا خاصة ان احنا كنا متعودين احنا جلنا يمكن والحد النهاردة معروف بكر ومسلسلات كتير جدا كنا متعودين عليها فمهمة قوي نحب عندنا النوعية دي من المسلسلات أو حتى يمكن مسلسلات الأناميشن واحنا منتكلم بقى عن المسلسلات اللي بتقدم دلوقتي فيه طفرة الحقيقة واهتمام كبير جدا بالصورة والإخراج والسيناريو والتمثيل الورق كده كمان يعني قبل التمثيل الورق زي ما بيطلق عليه يعني باللغة هذا المجال التمثيل كمان اللي على أعلى مستوى ولو يعني هتكلم أو هخص بالذكر مسلسل بعين والحقيقة أنا من أشد المعجبين بمسلسل الحشاشين مسلسل الحشاشين بطولة طبعا النجم الكبير الكبير كريم عبد العزيز عدة منه لحد الآن تلات حلقات التلات حلقات حقيقي يعني ولا أروع إخراج عظيم تمثيل جبار من كل طاقم العمل الحقيقة بيتر ميمي مخرج العمل يعني كل التحية والتقدير الحقيقة للمشاهد اللي بنشوفها والصور اللي بتطلع كريم عبد العزيز أحمد عيد كمان يعني فكرة إن هو يرجع بدور قوي طبعا يعني يعودة أو رجع أحمد عيد من فترة من مثلا سنتين كمان تقريبا بس الحقيقة عودته في مسلسل الحشاشين قوية جدا 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 من أحلى المسلسلات حقيقة جمانة مسلسل مبهر من كل التفاصيل مبهر بكل تفاصيله من الكدر من الفريم الأولاني زي ما بيقوله كده بلغة الدراما لآخر الحلقة لآخر التتر فعلا مسلسل مبهر مختلف وبيدخل الدراما المصرية كده في مرحلة جديدة من الإنتاج المبهر للمسلسلات التاريخية كلنا عارفين المسلسل التاريخي مسلسل صناعته صناعة ثقيلة وتقيلة جدا مش بس إبهار وديكور وأماكن تصوير خارجية لكن الأهم هو الورق البطل الحقيقي لأي مسلسل تاريخي الورق والسيناري والحوار عبد الرحيم كمال كان عنده مفتاح الورق عبد الرحيم كمال المبدع والكاتب والسيناريست اللي قدم لنا الحشاشين السنادي كاتب حوار لا أروع مستوى من الأفكار اللي بتقدم لمساحة ما حدش عرفها كتير عن التاريخ الإسلامي مساحة جماعة الحشاشين هذه الجماعة اللي كانت يعني مبهورة أو دائما يعني بتعمل على الاختيالات وتبث روح العنف والفرقة ما بين المجتمع الإسلامي في وقت من الأوقات طبعا يعني حاول عبد الرحيم كمال إنه يقدم سيناريو وحوار مختلف من الورق للأفطال زي ما جمانة قالت يعني بنشوف أحمد عيد بشكل مختلف كريمة عبد العزيز طبعا البطل اللي بيقدم الشخصية الرئيسية حسن ابن الصباح اللي هو مؤسس حركة الحشاشين كمان الثلاثة أو الثلاثة اللي تعاهدوا ثلاثة اللي هو عمر الخيام ونظام الملك اللي بيقدمه فتح عبد الوهاب كمان بيقدم دوره مهم جدا والشخص الثالث هو حسن الصباح كريمة عبد العزيز شفنا أول ثلاث حلقات كل حلقة بعنوان العهد والشدة المستنصرية لما وصل كريمة عبد العزيز أو حسن الصباح مصر طبعا هنتابع الأيام اللي جاية مسلسل فيه تفاصيل مهمة جدا بيخلينا نرجع مرة تانية كده ونقرأ كتب التاريخ ونشوف صفحات لا نعرفها أو صفحات مجهولة من التاريخ الإسلامي طبعا هي يمكن النوع ده من المسلسلات مهمة كمان أنه طول الوقت احنا متعودين أن احنا نتابع أعمال درامية مهتمة بالشخصيات البطولية الشخصيات اللي فيها جانب الخير أكتر لكن التاريخ فيه شخفي جانب خير وجانب شر فيه جانب متعودين فيه نحنا نسمع عن البطولات والخير اللي بتقوم بيه هذه الشخصيات البطولية وفيه جانب آخر مهم جدا كمان أن احنا نعرفه ونعرف تاريخه ونعرف الأفكار اللي كانت موودة أفكار معينة إزاي تزرعت إزاي كانت بدايتها إزاي كانت بتقدر أن هي زي ما بنقول كده باللغة البسيطة تتسرسب لعقول الناس حتى يمكن في زمن بعيد عن زمننا ده دور مهم جدا ودور تنويري مهم جدا الحقيقة عودتنا عليه كمان الشركة المتحدة اللي هي كل التحية والتقدير دايما الحقيقة بتقدم دراما مختلفة وعية بتقدر أنها تجمع حواليها المشاهد المصري والعربي بتقدر تجمع مرة تانية العيلة كلها ما بين بقى أعمال تاريخية وأعمال كوميدية وأعمال اجتماعية يعني حي في خلطة كده وتوليفة لطيفة جدا وترجي كل الأزواق يا جمانا يعني كل اللي عايز يشوف كوميدي حيلاقي كوميدي اللي عايز يشوف اجتماعي كمان طبعا صعب جدا هنقول كل المسلسلات لكن حبينا في الإنترو بس ركز على الحشاشين المسلسل بيعمل حالة وعي تاريخي وزي ما أنت قلت حالة تنويرية مهمة جدا لكن طبعا زي ما أنت قلت جمانا وجبة درامية اللي عايز يشوف لون كوميدي يشوف اللي عايز اجتماعي تشويقي تاريخي كل حاجة موجودة على مائدة رمضان السنة طبعا احنا كمان هيكون معنا خلال حلقاتنا النهاردة ملخصات كده سريعة جدا لمسلسلات رمضان الحلقات اللي عدت لحد دلوقتي هتكون معانا خلال الحلقة لكن دلوقتي متزبح على حضراتكم وراتي صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر